في الغزة ينضم إلينا مراسل الغد محمد أبو نموسى محمد كيف ترصد لنا الأوضاع على الأرض وماذا عن تبات الهدنة بعد الاتهامات الموجهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لحركة الجهاد بخارقها؟ نعم هيبا يعني حتى هذه اللحظة نتحدث عن هدوء حذر في قطاع غزة بعد مضي أكثر من 15 ساعة على سريان التهدئة في القطاع ما بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي في القطاع الاحتلال الإسرائيلي قال بأن الجهاد الإسلامي اخترق هذه التهدئة ولكن حركة الجهاد الإسلامي نفت هذه التهمة وقالت بأنها ملتزمة بهذه التهدئة ولن تخترقها إلا إذا اخترقها الاحتلال الإسرائيلي ونفت مسؤوليتها أن تكون خلف الصواريخ التي تم إطلاقها قبل تقريبا ساعات من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة أما عن الأوضاع داخل القطاع في هذه الأثناء فنتحدث عن عودة للحياء الطبيعية في القطاع وشوارع القطاع الشوارع عادت إلى حيويتها وأيضا افتتاح من جديد المحال التجارية التي كانت قد أغلقت منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة ولكن ماذا بعد هذا التصعيد قبل قليل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن عن تدمر أو تضرر أكثر من خمسمائة وحدة سكنية في قطاع غزة منها ثماني منازل بشكل كلي وعشر وحدة سكنية أيضا بشكل كلي أكثر من نصف مليون دولار تكلفة الدمار الذي لحق بالمباني داخل قطاع غزة إضافة إلى ما لحق بالنقل والمواصلات إضافة أيضا وزارة الزراعة التي قالت بأن الأراضي الزراعية تضررت وأن القطاع الزراعي تضرر جراء هذا التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة ولا يمكن أن ننسى الدماء التي نزفت منذ استمرار هذا التصعيد 34 شهيد أكثر من 110 من الإصابات منها إصابات حريجة وخطيرة لا زالت حتى هذه اللحظة في غرف العناية المكثفة في مشافي القطاع داخل قطاع غزة وهذا يعني أن هذا الهدوء الحذر وهذه التهدئة التي إلى حد ما حتى هذه اللحظة صامدة يمكن أن تتغير قواعدها إذا ما قام الاحتلال الإسرائيلي بأي غارة جديدة داخل قطاع غزة وهذا ما قالته حركة الجهاد الإسلامي في بيانها شكرا جزيلا لك مراسل الغد محمد أبو نموز